لما تعمل وثيقة التأمين لازم تبقى أنت عارف إن فيه شروط فيaaaa clocks أو الشركة بتحطها علشان تبقى وثيقة التأمين دي معمولة بطريقة صح وعلشان تكون معمولة بطريقة صح زي ما قلنا لازم تبقى أنت عارفِ إن فيه شروط عند التعاقد وفيه شروط في وقت التعويضات وفيه شروط أثناء صريان الوصيقة وفيه شروط ما انت بتكون, عايز تصفي الوصيقة بتعتك أو عايز تلغي الوصيقة كل وقت ولو أدان يعني زي ما بيقولوا بالظبط وزي ما فيه شروط زي ما قلنا من شوية فيه كمان استثناءات يعني إيه يعني إمتى الوثيقة مش هتبقى شغالة يعني إمتى الوثيقة دي مش هينفع إن إمتى تتعوض بيها بس وهيكون ده إن شاء الله النهاردة موضوع الحلقة بتاعتنا هتعرف الشروط عشان تعمل وثيقة التأمين وهتعرف كمان الاستثناءات اللي مش هيتم فيها التعويق فقبل ما ندخل النهاردة على موضوع الحلقة أحب إن أنا أفكرك لو إنت لسه مشتركتش في القناة أو أول مرة تشوفنا وليك وثيقة تأمين أو حابب إن يكون ليك وثيقة تأمين ياريت ما تترددش إن إنت تشترك عندنا في القناة لإن زي ما إنتوا عارفين التأمين مش يعني مش منتشر قوي على اليوتيوب فهيكون إن شاء الله قناة زيتونية التأمين هي المرجع الأول والأخير لك فأي معلومة إنت هتحتاجها عن وثيقة التأمين وبشكر كمان أسرتنا المتوضعة أسرتنا اللي أنا بعتز بيها أسرت قناة زيتونية التأمين من أول يوم دخلنا فيه على اليوتيوب وبدأنا إن إحنا نشرح كان معنا أول مشترك وصلنا لألف مشترك وطلعنا وشكرناكم والنهاردة بنشكركم إن إحنا وصلنا النهاردة وبنعرفكم كمان إن إحنا وصلنا لأربع تلاف ونص تقريبا مشترك فهمتكم معنا بقى قبل آخر السنة عايزين نوصل لعشر تلاف مشترك ندخل بقى لحلقة النهاردة مش عايز أطول عليكم أنا وجد داود ودي قناتي زيتونية التأمين خليك معنا أهلا وسهلا بكم مرة تانية هندخل على الشروط الأول وبعد كده نتكلم في الاستثناء أول حاجة النهاردة في الشروط وهي شرط التعاقد زي ما عارفين إن كل الشروط اللي موجودة في وصائق التأمين بتكون شروط إزعان يعني دا عقد إزعان فالشروط دي محطوطة مسبقا قبل محضرتك تدخل وصائق التأمين أو أنت تشترك فيها فدي شروط محطوطة عليك وعلى كل الناس المشتركين اللي في كل الوصائق اللي في كل الشركات يعني أكد على الكلمة دي النهاردة مع اختلاف صغط العقد بتاعه فكل عميل جاي يعمل وصائقة التأمين سواء كان مؤمن له أو مؤمن عليه إيه دا؟ هو فيه فرق ما بين المؤمن له والمؤمن عليه؟ بالمناسبة أنا اتكلمت في حلقة تانية قبل كده وعرفتك مين هم أطراف الوصيقة هسيب لك اللينك بتاعها في صندوق الوصف أكد معي على اللينكات دي علشان مهمة جدا فالتعاقد علشان يكون سليم والتعويض يتم تسليمه سواء ليه المؤمن عليه لو كان حصله عجز لقدر الله أو إن الورصة يستلموه لو كان المؤمن عليه توفى فلازم تكون البيانات اللي انت حضرتك اديتها لشركة التأمين في وقت التعاقد لازم تكون صحيحة ده أهم حاجة في شرط التعاقد يعني كل المعلومات الخاصة به المهنة المعلومات الخاصة بالمرض السلم المرضي بتاعك ما تقولش أنا مثلا ده حاجة بسيطة ما ينفعش أن أنا أقولها لأ حتى لو أنت غيرت الوظيفة بتاعتك بعد كده من باب أنت يعني من باب الصح أن أنت تاخد به أن أنت تتكلم منذوب التأمين بتاعك أو أنت تروح لشركة التأمين تطلب تعديل في الوصيقة أن أنت غيرت المهنة بتاعتك وليكن وليكن من موظف إداري لموظف مثلا أمد لمثلا وليكن لسواء فطبعا الخطر بيزيد فما ينفعش أن أنت تفضل ساكت ما تسهلش الكلام اللي إحنا بنتكلم فيه لأن الكلام ده مهم قوي في وقت حدوث الخطر لقدر الله طب الشركة دلوقتي هتستفاد إيه أنا دلوقتي قلت لهم أن أنا سواء طب ما هو أنت وإنت موظف كان بيتخذ عليك سعر وليكن بسيط النهاردة فيه خطر مهنة المفروض يندفع عليه حاجة بسيطة رمزية كده على القصة بس هي دي الصح فكلما كانت الوظيفة أعلى في نسبة الخطورة كلما بيتخذ عليها قصة مهني خاص بيها أتمنى تكون النقطة دي واضحة ندخل على الشرط الثاني وهو شرط سريان الوثيقة يعني مش معنى أن حضرتك عملت وثيقة التأمين أو أن أنت كلمت لأستاذ واجدي داود وقلت لي أستاذ واجدي عايزين نعمل وثيقة التأمين يبقى إذن أن أنت خلاص كده أنت راجل المشترك في وثيقة التأمين حتى لو مضاك حتى لو أنت مضيت لازم تبقى أنت مسدد القصة بتاعك السنوي أو الجزء منه يعني لو أنت هتدفع شهري أو أنت هتدفع سنوي أيا كان طريقة الدفع اللي أنت هتقوم بيها لازم تكون متسددة لأن مش معنى أن أنت مضيت العقد أن الشركة خلاص قبلتك أنت لسه ما شفتش الرد من الشركة فطالما لسه الوثيقة ما صدرتش مفيش لسه إصدار للوثيقة أو أنهم بعتوا لك الوثيقة مع مندوب التأمين ويعني لسه ما فيش وصل استلام أنت لسه مضيت عليه إذن الشركة لسه أنت ما تقدرش تطالبها بأي تعويل هتقول لي معقول أن ممكن يحصل حاجة في الوقت اللي أنا ما بين أن أنا أمضي وأن الوثيقة مثلا تصدر أو كده هقول لك أيها بالفعل حصل كتير قبل كده أن مثلا في عميل يعني والله لسه ممكن الموضوع يعني تقريبا أقل من سنة عميل مضى وثيقة التأمين النهاردة وعلى ما طالبوا منه استيفا يعني استيفا دي بيكون لو طالبين منه شهادة جيش مثلا زي ما كانوا طالبين من العميل ده كان العميل توفى هل الشركة بقى في الوقت ده مطالبة إن هي تعوض؟ أكيد لا الشركة مش مطلوب منها لحد دلوقتي إن هي لسه تعوض العميل بأي حاجة وطبعا الورصة ما قدريوش إن هم يطالبوا بالتعويض لإن كان فيه عندهم مشكلة والعميل ده خاصة أنا لسه فاكر التفاصيل بتاعته كويس قوي يعني كان فيه تفاصيل خاصة كده وكلام ما كانش ينفع إن هم أساسا يأمنوا فبالتالي زي ما أنا بقول لكم كده لو حابين إن أنا أتكلم عن العميل ده وعايزين تعرفوا قصته بالزبط قولولي في التعليقات وأنا إن شاء الله حضر الحلقة دي وهو بالمرة أعرف إن انت لسه متابعني وفاهم الكلام اللي أنا بقوله ندخل بقى على الشرط التالت وده مهم جدا ولا يقل أهمية عن الشرطين اللي فاتهم وهو شرط التعويض يعني إيه شرط التعويض بصوا هي كلام في النقطة دي كبير بس أنا ألخصو لك في كلمتين اتنين علشان تتعوض لازم تبقى الوثيقة سرية بس هتقولي إزاي الوثيقة لازم تكون علشان تتعوض وتاخد تعوضها بالكامل لو فيها مليون لو فيها مئة ألف لو فيها عشرة مليون لازم تبقى الوثيقة بتاعتي سرية يعني إيه سرية يعني تكون مسددة ولم يمر عليها ستين يوم من آخر قصة مدفوع ادينا مثال علشان نبقى إحنا فهمين يعني لو الوثيقة بتاعتي نفترض إننا النهاردة كام النهاردة إحنا ستاشر أربعة أنا ما دفعتش واحد ثلاثة بس لسه من واحد ثلاثة علشان الوثيقة تتلغي بقى تتلغي واحد خمسة وكده الستين يوم بتبعي لو حصل أي خطر لقدر الله في خلال الستين يوم دول وأنا لسه ما دفعتش أنا ما دفعتش أربعة بس عادي طالما لسه الوثيقة سارية ما فيش أي مشكلة طيب أنا النهاردة مش مش ستاشر أربعة أنا النهاردة ستاشر خمسة وآخر قصة مدفوع واحد ثلاثة ما دفعتش يعني ده لسه يعني مطلوب له دفع يبقى كده واحد ثلاثة من دفعش واحد أربعة من دفعش لو جي علي واحد خمسة لو أنا النهاردة ستاشر خمسة يبقى خلاص لو أنا اثنين خمسة خلاص هل ساعة هقدر أقول ده آخر يوم كان مبارح طب مش شوهالي؟ لا الكمبيوتر ما بيفهمش أظن كده الشرط ده كمان واضح معاك لو عندك أي استفسار ما تترددش أنت تكتبهولي وبالمناسبة طالما أنا افتكرت أن أنا أقول لك الكلمتين دول يبقى لازم أقولهم علشان من ساهمش بعد كده لو أنت ما عندكش سؤال مهم بلاش تدخلي على الواتساب خلي الواتساب للناس اللي بتطلب استشارة مدفوعة علشان أقدر ألاقي رسائلها فوقها على طول وأن هي ما تدخلش في وسط الرسائل التالي يعني لو أنت عندك أي استفسار سيبهولي أنا مش بسيب أي تعليق طيب ما تدخليش بقى يعني في سؤال أنت بتستفسر إيه رأيك في وسط التأمين كذا طب يعني طالما أنت بتاخد مني رأيي ما تكتبلي ندخل بقى على الشرط الرابع وهو الخاص بوقت الاستنزاف زي ما بقول لك كده بالظبط أنت دلوقتي كعميل عايز بقى خلاص يعني مش عايز أكمل في الوصيق أو أني ضربت في دماغي ومش عايز أكمل في وسط التأمين فأنا عايز أعمل لها تصفية لازل تبقى أنت عارف أن في شروط مش أي وقت كده والسلام هطلع أجري على شركة التأمين أقول لهم صفولي نفترض أنت وقعت مثلا في موظف مش فاهم أو حد لبلك رغبتك من غير ما يعرض عليك الصح طيب أنا دلوقتي إزاي أوضح لك الكلمتين دول عميل قبل كده بيكلمني بيقول لي أنه رايح يصفي وصيقة التأمين بكرة فأنا بسأله بقوله ليه يعني رأي صفيق قال لي خلاص الظروف وكلام من ده وتقول لي طب هي بقالها قد إيه قال لي بالضبط الوثيقة بقالها يعني كانت حوالي 29 شهر أو 30 شهر تمام طيب الوثيقة في الشركة اللي هو كان رايح يصفي فيها لازم يعدي على الوثيقة 36 شهر علشان يقدر أنه هو يصفيها فلو راح بقى وصفة ومثلا الموظف مخدش باله أو أنه هو لباله رابطه على طول من غير أي حاجة ساعتها هو بيلغيله مش بيصفيله فرق كبير ما بين الإلغة والتصفية هسيب لك برضو لينك للحلقة دي أنا تكلمت فيها وسعت فيها قوي تقدر أن أنت تاخد فيها خواصة الكلام اللي إحنا ممكن نتكلمه مع عشر تيام تمام هسيب لك اللينك بتاعها برضو في صندوق الوثيقة فطبعا في الوقت ده هيخسر كل اللي دفعه تمام يعني لو فكر أنه خلاص هيروح يلغي والموظف لباله رابطه من غير ما الموظف يعرض عليه الصح يعني لو استنى 3-4 شهور كمان أو خمس شهور خلاص هيلغي الوثيقة وهيصفيها فقط في الوقت ده هيقدر أنه هو يحصل على الفلوس على الأقل يعني على جزء من اللي دفعه يعني اللي هو مثلا فيه جزء هيخسره وهياخد الجزء الباقي لكن لو لغى في الوقت ده اللي هو عند 29 شهر 30 شهر 34 شهر 35 شهر مش هياخد أي حاجة طب لو رجأ تاني عارف بعد كده أنه هو لو استنى شهر أو الاثنين هيقدر أنه هو يحصل على اللي دفعه ساعتها لو رجأ للشركة خلاص القرار خلاص خدوه ما يقدرش أنه هو يعمل ترانزيشن ويرجع فيه تاني خلاص كده هي خلاص اتلغت فخلاص يعني ما ينفعش أنه يرجع في كلامه تاني فما تعمد يعني ما تستخسرش في نفسك أن أنت تفهم خلاص يبقى إحنا كده خلصنا الشروط نروح بقى على الجزء الثاني الخاص باستثناءات الوثيقة يعني إمتى الوثيقة بتاعتك كأنها مش موجودة مش هينفع أن هي تعوضك أو أن هي مش يعني عفوا مش هيددي لك مبلغ التأمين هيدي لك الحد الأدنى أو مجموع اللقصات اللي انت دفعتها بس فيه سبع أخطار مستسنين من التأمين أول خطر فيهم وهو مسابقة السرعة يعني لو العميل لقدر الله توفى في مسابقة السرعة بمتسيكل أو بعربية ساعتها مش هيقدر أن الورصة بتقوى يحصلوا على التعويض اللي هو مبلغ التأمين الخطر الثاني وهو الانتحار لو العميل توفى منتحر ما ينفعش إن حضرتك تروح يعني لازم يوصي كده إن ما تروحوش ناحية شركة التأمين نهائي رقم ثلاثة خطر الإعدام لو العميل توفى منعدم لجريمة هو عملها فبالتالي الوفاة في الوقت ده مش قضاء وقدر لإن التأمين لازم يكون مبني على اللا إراضي يعني ما ينفعش أن أنت تبقى أنت مؤتدر أن أنت يعني تحافظ على نفسك وترمي نفسك في التهلكة فبالتالي في الوقت ده الوفاة نتجة عن عقوبة وليست قضاء وقدر رقم أربعة شركة التأمين مش هتعوض فيها لما المؤمن عليه توفى بجريمة قتل متسبب فيها السبب الأول والأخير المستفيد أو أحد المستفيدين رقم خمسة التنقلات الجوية ودي مش كل التنقلات الجوية لو أنت راكب عادي مسافر على متن طائرة مفيش أي مشكلة لكن الكلام ده على الشخص اللي بيكون عنده طائرة خاصة وتوفى أثر نتيجة حادث أن هو الطائرة مات بيها أو كلام من ده طبعا واحد عنده طائرة خاصة فأنتم متوقعين المبلغ تأمينه يبقى كام ممكن يبقى سبب أن الشركة التأمين تقفل أصلا فبالتالي في الوقت ده لو الوثيقة لو أن الطائرة دي خاصة بالشخص مش هينفع إن هو يصرف وثيقة التأمين للورا سبتوق رقم 6 لو تقام حرب زي حرب 73 كده يعني يكون نعلن عنها إن في حرب بالفعل في البلد وده طبعا نادر لما حاجة زي ده تحصل وهتقول شركة التأمين ليه بتعمل كده بس برضه يعني النادر اللي بنقول عليه ده موجود في بلاد تانية جنبنا فممكن ما كنش نسمع عنه من كام سنة فاتت بس دلوقتي الموضوع مش غريب يعني حتى لما أنا هقولك إن نتيجة حرب أنت مش هتستغرب يعني لو الوفاة نتيجة حرب أو إن شخص شغال فيه مناورات عسكرية عميل في الجيش وتوفى بسبب حرب إنما لو توفى طبيعي عادي ما فيش أي مشكلة يعني الوفاة العادية ما فيش أي مشكلة فيها الخطر السابع والأخير اللي مستثنى من التأمين وهو لو الوفاة نتيجة عن وباء وباء عالمي تم الإعلان عنه من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية إن ده مصنف منه هو وباء عالمي فبالتالي لو العميل توفى في الوقت ده مش بيصرف مبلغ التأمين بتاعه كاملا فلو حصل أو تحقق أي خطر من السبع أخطار اللي لسه أيلنهم دلوقتي ساعتها بيتم صرف الاحتياطي النقدي لوسيقة التأمين وليس مبلغ التأمين كاملا لو عندك بقى أي استفسار لو أنت لسه متابعنا لحد دلوقتي أكيد أنت من الناس المحترمة والناس اللي بتشجعنا باستمرار إن إحنا نطلع وأكيد بسببك إن شاء الله أنت هتكون بتساعدنا إن إحنا نوصل لأول عشر تلاف مشترك مع نهاية السنة إن شاء الله وما تترددش إن إنت تعمل لنا لايك على الحلقة علشان بجد تعبنا في الحلقة دي لو عندك أي استفسار أو أي سؤال اكتبه لنا وهنرد عليك مباشرة إن شاء الله مش بنتأخر على أي رد في أي استفسار أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله كان معاكم وجدي داود ودي قناتي زتونة التأمين أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله مع السلام